هزة أرضية شعرت بها مناطق متفرقة في البلاد قبل أيام أعادت من جديد النقاش حول أهمية إنشاء مركز كويتية متخصص الأرصد الزلازل يراقب عن كثب جيولوجيا للمنطقة ويرشد البنية عمرانية وتحتية قادرة على الاهتزاز بثبات حديث للمجلس البلدية حول مركز لزلازل سيحظى بنصيب وافر من النقاش في قادم جلسات مسؤوليتنا الآن بأن نستعد لهذه الزلازل كانت إما قريبة أو بعيدة عن طريق تطوير لوائح وكودات البناء فهذا طبعا يعطينا دافع في مراجعة شاملة للمواصفات الفنية واللوائح والقوانين مثل ما قلنا الكودات التي لا بد من أخذها في الاعتبار في تصميم المباني بشكل رئيسي سواء كانت منخفضة الارتفاع أم عالية الارتفاع وطبعا الاعتبارات تكون أكثر في المواني العالي للارتفاع لأنها هي التي تتأثر بشكل كبير نهضة عمرانية منشودة تستلزم الأخذ بعين الاعتبار مشاريع إنشائية قادرة على الصمود في وجه الزلازل واهتزازات الأرض لدينا مخطط هيكالي للدولة مخطط الرابع فتحديد مواقع هذه المدن سواء كانت اسكانية صناعية تجارية أو غيرها باستعمالات المختلفة لا بد أن تأخذ بالاعتبار تاريخ الزلازل في الكويت ولاحظنا بأن من خريطة الرسل الزلزالي بأن الخرائط مرتكزة في شمال الكويت وجنوب الكويت وغرب الكويت وأغلبها قريبة من الحقوق النفطية الكبيرة فدورنا الآن لابد لبلدية الكويت بأن تسرع في إعداد خريطة زلزالية شاملة للدولة وهذه الخريطة الزلزالية طبعا هذا اقتراح تقدمنا فيه بالسابق مركز الرسل الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية يعد تجربة رائدة في المنطقة والتوسع في قدرات وتجهيزات المركز بات ضرورة عملا بمبدأ لقايا خير من العلاج وأن الرسل المبكر للهزات الأرضية كفيل بالحد من عواقبها أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس